السلام عليكم كديرين اتمنىكم كامل تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة كيف العادة جبت لكم وصفة جديدة بإذن الله كانت من انشاء الله تنال اعجاب ديالكم بانكيك توركي رائع ورائع في نفس الوقت سهل في الخدمة دياله وكيبهو حتى صغر بزاف سيرتوا مع هكايم في هلا كريم وفي الشوكولات هذا هو الحب ديال الدراري الصغر وكذلك الناس الكبار سيعجبهو مزاف هذا البانكيك هذا اللي كلاه سيعجبه بطبيعة الحال حيثش هو اصلا زوين بسم الله سنبدأو على بركتي الله المقادير وفي نفس الوقت طريقة التحضير في واحد الإناء سنكسروا جوج ديال البيضات في حرارة المطبخ سنضيف واحد القرصة ديال الملحة فقط لتصحيح الدوق سنضيف نصف كاس ديال العنباء ديال السكر ساندة سنخلط هذا العناصر هادو حتى يوليو على هاد الشكل هادو كنزيد ربع كاس ولا ما يعادل ثلاثة المعالق ديال زيت المائدة وكنخلط وكندير جوج اكياس من الفانيليا ممكن دير الفانيليا السائلة وكنخلط كذلك وكنزيد جوج كسان دافين ديال الحليب هنا إلا بيتوا واحد الكيميا هي كثيرة كتزيد الحليب على حسب الكيميا يجب هذا الحليب وكذلك الدقيق ويعني البيض يبقى غير جوج بيضات ماشي مشكلة هنا نزيد كاس لول ديال دقيق الفورس مع واحد الصشياء ديال الكاكاو وجوج خمارات حمرين نغرب لهم على هذا الشكل ونخلطهم نزيد كاس لصخر ديال الدقيق كمية جوش كيسان الحليب ونصف الكيسان نخلط على هذا الشكل حتى نتحصل على خالط حتى نحضر لفكة من المقلة من المقلة حتى نتحدث بجميع كما تلاحظكم في الفيديو كانت تضيف بجميع من المقلة كما تلاحظ مقلة سخونة طيبه لن يخمر نهائيا طيب البانكيك صافيح قبل أن ينشف لن يأخذ اللون الذهبي لن يأخذ اللون الذهبي لن يتحرق لن يأخذ اللون طيبه 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 بكل سهوله مرحا شكرا للمشاهدة 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 سوف نضع الكيميات الشوكولاته اسود في البماغي ليس زيت لحليب عادي نضع بابي كويصون لنضع الشوكولاته نقض الجوانب كما تلاحظه الكريم سوف نغمس نصف البانكيك من الأحسن لا يكون سخون بثاف سوف نستمر بنفس الطريقة نقضي الجوانب هذه الطريقة سهلة و ليس صعبة سهلة غير تكون الكريم نوعية جيدة و تكون مكلونجية لبأس بها لكي يعمل مرتاحين نفس الحاجه كلهم نضعوا نفس الطريقة هناك ملاحظه صغيره يجب أن يزينهم بأي حاجه يجب أن نضع شوكولاته مثل عيش يجب أن نضع بعض الكريم و نضعوا بالصغير و نضعوا صغير عليها هناك أولاك نضع الشكل سلاحظه و يجب أن تكون أفضل و هشاشين و رطبين و نضعوا حقاً و هشثون لا يوجد فرق كثير من الماداق كيف العداء اعجبكم الفيديو اليوم لا تنسوا تبارتاجه مع الأحباب والأصدقاء لا تنسوا من لايكاتكم ونطلقوا فيديو جديد بإذن لإذن